بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات المباركات من سورة الزبر من الآية التاسع عشر وما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعات يقول تعالى أفمن كتب الله أنه شقي تقدر أن تنقذه مما هو فيه من الظلال والهلاك لا يهديه أحد من بعد الله لأنه من يضر لله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له وهذه قضية كبيرة من مسائل القضاء والقدر وهي أن الإضلال والهدى بيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء بحكمته وعدله فهو سبحانه وتعالى الحكيم فلا يهدي إلا من يستحق الهداية ولا يضل إلا من يستحق الظلال وهذه المسألة العظيمة ضاقت عنها عقول بعض أهل البدع فرأوا أنه ليس من العدل أن يضل بعض الناس ويهدي بعض الناس وهذا الظن في غير موقعه وهو استدراك على حكمة الله سبحانه وتعالى وهذا فيه شبه من اعتراض من اعتراض إبليس على الله سبحانه وتعالى لما أمره بالسجود لآدم وآدم مخلوق من تراب فيرى أنه أفضل من آدم وأن هذا الأمر في غير موضعه والأصل في العبد أن يوقن يقينا جازما بحكمة الله عز وجل ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا وأنه لا يضل إلا من استحق الظلال ولا يهدي إلا من استحق الهدى وأما كيف فرق بين هذا وهذا فهذا سر الله في خلقه وهذا مما يدخل في معنى الحديث الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوه والمراد بهذا إذا ذكر سر الله في خلقه الذي لا تدركونه فأمسكوه لماذا هذا فقير وهذا غني وهذا صحيح وهذا مريض وهذا ظال وهذا مهتدي هذا سر الله في خلقه فعند البحث في هذه المسائل لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يفعل وهذه الفرقة التي عرضت تحكام الله عز وجل على عقولها وسموا أنفسهم أهل العدل ويظنون أن إثبات القدر يعارض العدل فصاروا ينكرونه ويسمون أنفسهم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الضلال أجارنا الله وإياكم من ذلك ولهذا لما سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هل عرف الله أهل الجنة من أهل النار وهل كتب فلان مكتوب من أهل النار وفلان مكتوب من أهل الجنة فقال نعم فقالوا ففيما العمل قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأنت مكلف بالعمل ولست بمكلف بأن تعرف كل أسرار حكمة الله سبحانه وتعالى ولهذا من كتبه الله من أهل النار فلا ينقذه أحد لا الرسول ولا غيره أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يعني لا تستطيع لا أنت ولا غيرك أن تنقذ من كتب الله عز وجل أنه من أهل النار وهذا أيضا يعني يبين للذين يتعلقون بالأنبياء والرسل والملائكة بأن هؤلاء لا يستطيعون أن ينقذوا أحدا كتب الله عليه النار وأنهم عبيد تحت حكم الله عز وجل فلا ينقذون أحد إذا كان الرسول لا يستطيع أن ينقذ أحد كتب الله أنه من أهل النار فما دون الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أولى بذلك وعلى المسلم أن يسلم بالقضاء والقدر ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي القصور الشاهقة فقال سبحانه وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وهذه قال طباق فوق طباق غرف من فوقها غرف مبنيات محكمات مجخرفات عاليات وذكر هنا ابن كثير ما رويا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يراب بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام ورواه الترمذي وقال عنه الترمذي حسن غريب وأيضا روى ما ما ذكره الإمام أحمد بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام تابع الصيام يعني المسنون وإلا فإن أفضل الصيام هو صيام داود يوم بعد يوم وتابع الصيام وصلى والناس نيام ومع وجود هذه الآثار قال محقق هذا الكتاب هذه الأسانية مع بعضه قال عن الحديث أنه حسن لغيره يعني هذه الأحديث يشهد بعضها لبعض وفي هذا ترغيب لقيام الليل وإطعام الطعام ومتابعة الصيام والصلاة والناس نيام فإن أهداب الصالحين يعني الصلاة في الليل وأن هذه الغرف المبنية العظيمة التي تجري من تحتها الأنهار هي لهؤلاء أهل التقوى ولا شك أن الذي حملهم على هذه العبادات الصالحة هو تقوى الله عز وجل فهم يرجونه ويخافونه وذكر حديثا أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب كما تراءون الكوكب في أفق السماء قال فحدثت بذلك النعمان ابن أبي عياش فقال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كما تراءون الكوكب الذي في الأفق الشرقي أو في الغربي قال أيضا أخرجه في الصحيحين من حديث أبي حازم وذكر أيضا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل أهل الدرجات وهذا يدل على أن أهل الجنة درجاتهم متفاوتة فهؤلاء أهل الغرف كما تنظر إلى السماء وترى كوكب بعيد يلوح لك نوره من بعيد فإنك تنظر إلى هذه الغرف المبنية وهي تلوح لك يعني في درجة عالية جدا نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها قال فقالوا يا رسول الله أولئك النبيون يعني أهل الغرف هذه وهذه المنازل الرفيعة جدا هذه للأنبياء فقال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفس بيده أقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل يعني هذه الدرجات العالية ليست للنبيين فحسب وإن كان الأنبياء والرسل في أعلى الدرجات لكن أيضا بعض أهل الإيمان الذين آمنوا بالله وصدقوا الرسل فإنهم يكونون من هذه الغرف وذكر أيضا هنا ما ذكره أبو هرير رضي الله عنه يقول قلنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال صلى الله عليه وسلم لبنة ذهب ولبنة في الظهر وملاطها المسك الأذفر يعني الذي بين البناء هذا من المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلو والياقوت وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلو والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلط ولا يموت لا تبلى ذيابه ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماوات ويقول الرب تبارك وتعالى وَعِزَّتي لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ قال وهو حديث صحيح بطرقه وَعِزَّتي لَأَنْصُرَنَّكِ ولو بعد حين فانظروا إلى هذا الفضل العظيم الذي يمنحه الله عز وجل للمسلمين في الجنة لكن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة والناس في هذا الزمن حصل عندهم جهل عظيم حتى في المسلمات يعني المسلم عند المسلمين أن الجنة لا يدخلها إلا مسلم وأن أهل الشرك لا يدخلونها ألبتا لكن مع الإعلام المعاصر المنحرف أكثره تجد أن بعض الناس إذا وقع حدث على بعض النصارى أو نحو ذلك تجد الذين يعزونهم يقولون نسأل الله أن يسكنوا فسيح جناتا فسيح جناتا وهو نصراني يعبد الصليب يقولون ويعزونهم كما يعزون المسلم ويقولون أحسن الله عزاكم وغفر لميتكم وهذا لولا غربة الدين ما تقال هذا فكيف إذا كان يبث في وسائل الإعلامية يسمعها ملايين البشر فتجدهم يترحمون عليهم وهذا جهل عظيم أن تظن أن الكفار من أهل الجنة أو أنهم سوف يدخلون الجنة ولم يوجد هذا المذهب الخبيث إلا عند ملاحدة الصوفية الذين يرون الأديان كلها طرائق إلى الله عز وجل فعندهم اليهودية طريق إلى الله والنصرانية طريق إلى الله والبوذية طريق إلى الله كلها يرونها لا فرق يرون كلها لا فرق ومع أن كل الطرائق باطلة لطريقة الإسلام كل الطرائق باطلة لا خير فيها إلا طريقة الإسلام وهذا جهل عظيم يقع فيه كثير من الناس ولو تأملتم الأمتات الأحداث الكبيرة على المشركين وتأملتم الذين يعزونهم والذين يدعون لموتاهم لا رأيت أن هذا الجهل المتمثل عند الذين ينشرون في وسائل الإعلامية ليس عند شخص ولا تجد من ينكر عليه العجيب لا تجد من ينكر على الناس هؤلاء الناس كأنهم ما عاد يفرقون بين التوحيد والشرك كأنهم لا يفرقون بين التوحيد والشرك والله أن هذا أمر مما يحز في النفس أن الناس ما عاد يعرفون المسلمات وأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة فهذا النعيم العظيم الذي ذكره الله عز وجل هو لأهل الإيمان والإسلام وليس للمنافقين لأنه قد ثبت أنهم في الدرك الأسفل من الناس وليس لأهل الكتاب لأنهم قطعا كفار والله ذكر أنهم كفار يقول بعضهم طيب هؤلاء نصارى وهؤلاء يهوئ طيب نصارى لكنهم على دين محرف يعبدون ثلاثة يعبدون الصليف يقولون عن عيسى إنه ابن الله والسبب في ذلك هو أن مسائل الدين معادي هي اهتمام عند كثير من الناس ولا تجد أحد يستنكر هذا الشرك الصراح ألم ترون الآن بعض الدبابات التي تشارك في الحروب في العراق مكتوب عليها علم كبير يا حسين علم كبير يا حسين علم أمام الناس جميعا سبحان الله من الذي يرضى أن يسير تحت رأية شرك شرك تستغيث بالبشر من دون الله وتبرزها في وسائل الإعلام وتبرزها بعلم كبير فالناس ما عاد ولا تجد المسلمين يقولون لهم كفوا عن هذا الشرك كيف تروجون للشرك يعني الآن لو رأيت أحد يروج للزنا أو يروج لشرب الخمر أو نحو ذلك استنكره الناس فكيف من يروج للشرك الصراح الاستغاثة بالبشر من دون الله عز وجل أو يروج بأن أهل الكتاب من أهل الجنة وأنه يسأل الله أن يسكنهم في فسيح جناته فهذا كله من الجهل الكبير بمسلمات الدين لأنه ما عاد الناس تهتم كثيرا بهذه المسلمات المشكلة المشكلة إذا كانت وسائل الإعلام التي تنشر على الملايين تتبنى شيئا من ذلك وتنشره على الناس وجهلة الناس ونحو ذلك يتلقون منها فهو أمر عظيم أن الناس لا عاد يهتمون بمسلمات الدين فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام الذين يدخلون هذه الجنات العظيمة الذي سمعتم في صفتها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه وزيادة على ذلك لا يخرج منه قاذورات ما يأكله من طعام فإنه يخرج روايح زكية رشح كرشح المسك ولا ينام في الجنة ما في نوم لأن النوم هو يحتاجه المتعب وهذا ليس بمتعب فهو في نعيم مستمر دائما وأبدا وهذا وعد الله عز وجل ولهذا قال في نهاية هذه الآية وعد الله لا يخلف الله المعات يعني هذا سوف يتحقق للأنبياء والمرسلين ومن دخل الجنة من أهل الإيمان والإسلام وكل أهل الإيمان وكل أهل الإيمان موعدون بالجنة الذي لا يدخلها ابتداءاً فإنه بعد أن يمحص فلابد أن يدخل الجنة ولهذا كما جاء في حديث أخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان يعني في النهاية الذي في قلبه أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه سوف يكون مصيره إلى الجنة لكنه قد يعذب سنين طويلة على ذنوبه ومعاصيه ونحو ذلك أو يغفر الله له ابتداء فإن الله عز وجل لا يظلم أحداً لكن النهاية أن أهل الإيمان مصيرهم في هذه الجنة والناس في الجنة يتفاوتون كما سمعتم فبعضهم في الغرف العاليات وبعضهم دون من ذلك لكن الذي آخر واحد يدخل الجنة آخر واحد له مثل الدنيا عشر مرات يعني فضل الله عز وجل لا يحده أحد وذكر في نفس هذا الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم فذكر الإمام العادل الإمام الذي يتولى على المسلمين ويعدل بينهم فإن هذا يعينه الله عز وجل مدام ما ترد دعوته لأنه مع أنه رئيس وإمام ومقدم ومع هذا يراقب الله عز وجل ويعدل بينهم فهذا الإمام إذا كان عادل عادل فدعوته لا ترد وهذا عون من الله عز وجل وإن كان خائن والعياذ بالله فعقوبته أشد ولهذا جاء الوعيد الشديد على الملك الكذاب وعلى من من يخون رعيته ونحو ذلك لأنه ليس في حاجة للكذب أصلا يعني ظروفه لا تستدعي أن يكذب أصلا ما دام أن السلطة بيده فهو إن عدل حصل على أجر عظيم وإن انحرفوا العياذ بالله حصل على عقوبة عظيمة ولهذا جعل من الذين لا ترد دعوتهم إذا عدل فيما ولاه الله تبارك وتعالى عليه والصائم حتى يفطر هذا المتلبس بعباده فهو قريب لأن القلب يكون قريب من الله عز وجل في حال الطاعة كل ما كان العبد متلبس بطاعة فهو قريب من الله عز وجل ولهذا أقرأ ما يكون العبد من ربي وهو ساجد وأمرنا الرسول عليه السلام أن ندعو في السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم أكثر فيه من السجود لأنك في غاية الخضوع لله عز وجل فإن كنت صائم فأنت متلبس بطاعة فحري أن يستجاب لك لأنه في حالات تمر على العبد قلبه منكسر قريب من الله سبحانه وتعالى وفيه أوقات فاضلة فهذا من المواطنة التي تستجاب فيها الدعاء أن تكون متلبس بطاعة ولهذا أنظروا إلى دعاء المحرم لما يقف في عرفة كيف منزلت هذا الدعاء؟ أنظروا إلى دعاء الحاج والمعتمر أنظروا إلى دعاء من يكون بار بوالديه أنظروا إلى دعاء من يكون يجاهد في سبيل الله عز وجل ففيه حالات يكون العبد قريب من الله سبحانه وتعالى عندما يتلبس بطاعة أو يكون قلبه منكسر أمام الله عز وجل لأن الدعاء تعتريه حالات تؤثر فيه تعتريه حالات تؤثر فيه لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفتر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء لأن المظلوم أيضا لجأ إلى من؟ لجأ إلى القوي العزيز فهو الذي ينتصر له فهذا عرف الناصر الحقيقي عرف الله سبحانه وتعالى فهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولأنه أيضا مظلوم والله عز وجل يكره الظلم فهذا يعني المظلوم دعوته مستجابة ولهذا قال وَعِزَّتي لَأَنْصُرَنَّكِ ولو بعد حين والله عز وجل قادر على أن ينصره في الحال لكن أحيانا تكون من حكمة الله عز وجل أن يتأخر النصر لحكم عظيمة مثل ما مر معنا في القضاء والقدر يعني أحيانا يكون إنسان مظلوم لكن الله عز وجل يؤخر إجابة دعوته أحيانا يكون مكروب يؤخر الله عز وجل إجابة دعوته أحيانا يكون مريض يؤخر الله عز وجل معافاته لحكم عظيمة منها تصفية قلب هو نفسه منها زيادة أجره منها عقوبة لشخص آخر فإن هذا الذي يستمر في الظلم عقوبة له الظلم بعد الظلم ولهذا لا تستغربون إذا رأينا أن بعض الأنبياء طال عليه البلاء وهو نبي وبعض الصالحين طال عليه البلاء وبعضهم يدعو ويتأخر الجواب لكن العاقب والنهاية له لأنصرنك ولو بعد حين قال وأما قوله تجري من تحتها الأنهار أي تسلك الأنهار من خلال ذلك وهذا غاية في الجمال أن تكون هذه المساكل والأنهار تتخلى لها كما يشاءون وأين أرادوا وعد الله يعني هذا الذي ذكرنا وعد الله عباده وعد الله عباده المؤمنين لا يخلف الله المعات لا يخلف الله المعات فما وعد الله عز وجل من شيء فهو خبر والله صادق لا يتخلف خبره ما وعد من شيء فهو صادق بس يتحقق فيك أنت ما شرط هذا الوعد إذا تحقق فيك فوعد الله حاصل لا محالة ثم قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء وهذا يعني برهان على قدرة الله عز وجل ماثل للناس ولهذا لما يحذرهم من المعبودات من دون الله عز وجل يبين لهم هل يستطيعون إنزال الغيث هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث فهذا من قدرة الله عز وجل التي لا يشاركه فيها أحد هو سبحانه وتعالى الذي ينزل الماء من السماء ويسوقه إلى ما يشاء من الأراضي وهذا يدل على أن الماء الذي في الأرض أصله من السماء لأن الماء الذي في الأرض ياتي من السماء ثم تختزنه الأرض فيبقى في مخازن فيها ومجاري يجري فيها ودائما تنزل الأمطار تغذي هذه المخازن التي في الأرض لأنه نص على أن المطر ينزل من السماء على الأرض ويسلكه بها ينابيع ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه نباتات وجروع عظيمة مختلفة هذا نخل هذا زيتون هذا فواكه إلى غير ذلك مما ترون من اختلاف الثمرات وهذا أيضا من قدرة الله عز وجل الماء واحد والطين واحد والثمرات مختلفة كما أن البشر يختلفون من رجل وامرأة وتجد هذا أحمر وهذا أسود وهذا أبيض وهذا طويل وهذا قصير فهذه قدرة الله عز وجل فتختلف ألوانهم وتختلف لغاتهم هذا له لغة وهذا له لغة وهذا له لغة وكذلك النباتات هي مختلفة وهذا من عظيم قدرة الله عز وجل مع أن الماء واحد النازل من السماء والطين واحد لكنها تختلف فهل يستمر على حالة واحدة يبقى دائما أخضر مذمر أم تعتريه حالة أخرى ثم يهيج فتراه مصفرا يعني يبدأ التحول من هذا الخضار والنظرة إلى الإصفرار ثم يجعله حطاما يرجع حطب يتكسر بعد ذلك فهذا مثل ضربه الله عز وجل للحياة الدنيا ولحياة كل إنسان فهو يبدأ شابا غضا طريا ثم يشتد عوده ثم يبدأ في الإصفرار حتى ينكسر وكل الدنيا كذلك كل الدنيا تبدأ بهذا الشكل ثم تنتهي كذلك لكن من الذي يتذكر صاحب القلب الحي الذي يعتبر إن في ذلك لذكر لأولي الألباب العجيب أنه ذكر هنا عن ابن عباس في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يا نبيع في الأرض قال ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره يعني العروق التي في الأرض أحيان تغير طعم الماء العذب الذي نزل من السماء فذلك قوله تعالى فسلكه يا نبيع في الأرض فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده من سره أن يعود الملح عذبا فليصعده يعني يجعله يطرع إلى السماء وأصحاب الآن تحلية المياه كيف يصنعون يعني لما يغلى ماء البحر ثم يصعد البخار ثم يتكثف تذهب منها الملوحة لأن الذي ينزل من السماء ينزل عذب وهذا في زمن ابن عباس يقول من أراد أن تذهب معناه ذلك أنه عندهم تجارب على هذا فيقول من أراد أن تجول الملوحة من الماء فليصعده ولا تصعده إلا أن تشعل النار عليه حتى يرتفع البخار ثم تكثف هذا الماء فيأتجول منه الملوحة وكذا قال سعيد بن جبير وعمر الشعبي أن كل ماء في الأرض فأصله من السماء وهم أخذوا هذا من النص هنا وقال سعيد بن جبير أصله من الثلج يعني أن الثلج يتراكم على الجبال فيسكن في قرارها فتنبع العيون من أسافلها قال ثم يجعله حطاماً قال ثم يعود يابساً يتحطم إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يالذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة النظرة حسناً ثم تعود عجوزاً شوهاء والشاب يعود شيخاً هرماً كبيراً ضعيفاً وبعد ذلك كله الموت فالسعيد من كان حاله بعده إلى خير وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء مما وينبت به جرعاً وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً كما قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً وقوله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين والقلوب القاسية هي التي لا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم أولئك في ظلال مبين أجارنا الله وإياكم من ذلك ثم ذكر بعد هذه الآية قول الله قول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بخلاف القاسية قلوبهم فإنها لا تتلين ولا تخشع إذا سمع الذكر الله عز وجل وهذا الله نزل أحسن الحديث أحسن الحديث هو كلام الله كما كان يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل ضلالة بدعة فخير الكلام هو كلام الله وأحسن الحديث هو كلام الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً يشبه بعضه بعضاً متشابه يعني يشبه بعضه بعضاً في البلاغة وفي في البلاغة وفي الحكمة وفي الفصاحة فهو يشبه بعضه ويصدق بعضه بعضاً فهو كله يشبه بعضه بعضاً وليس في المعاني فكل آية لها فيه آيات كلها لكن في البلاغة والفصاحة وتصديق بعض لبعض ولهذا العلماء لما يتكلمون عن المتشابه والمحكم يقولون المحكم والمتشابه ينقسم إلى قسمين إحكام عام وتشابه عام وبهذا المعنى فالقرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضاً وكله محكم وأما ما جاء في الآية الأخرى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهذه تختلف فالمراد أن المحكم الواضح البين الفصل والمتشابه الذي لا يظهر معناه إلا بضمه إلى غيره فيختلف عن هذا فهنا ذكر الله عز وجل عن القرآن أنه كل الكتاب متشابه وذكر أنه مثاني ذكر أنه مثاني والمثاني هو الذي يكرر يعني فيه مسائل كثيرة يكررها الله عز وجل لترسخ في أذهان الناس انظروا كم يكرر الله عز وجل من ذكر أسماءه كم يكرر من ذكر صفاته كم يكرر من ذكر غصص الأنبياء كم يكرر من مسائل كثيرة جدا لترسخ في أذهان الناس فمعنى ذلك أنه يتنيها مثاني يتني هذه المعاني العظيمة لترسخ في أذهان الناس فهذا معنى مثاني لكن تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم والقشعريرة التي تعتري الإنسان عند سماع كلام الله عز وجل هذا دلال على التأثر أنه تأثر به وأنه صدقه فإن كان القلب فيه قسوة فهو لا يتأثر إن كان القلب فيه قسوة فهو لا يتأثر ولذلك يفرق العلماء بين حالتين تعتري الناس السامعين لكلام الله عز وجل الحالة الأولى هي أن تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله وأن يبكون تأثرا الحالة الثانية تسمى صعق بحيث يغشى عليه يسمع آية فيسقط مغشيا عليه وهذه لم تحدث عند الصحابة يعني ما عرف أن صحابي سقط من سماع آية لكن يبكون نعم والرسول عليه السلام يبكي ويسمعون لصدره أزيز من الآيات وأما يعني في بعض الزهاد المتأخرين كان يصعق ولذلك تقرؤون في بعض بعض سيارهم أنه نقل إلى بيته محمولا أو نحو ذلك من الأشياء وهذا يعني بعض العلماء يقول هذا الصعق يأتيهم من الشيطان فإن هذا ليس هو الخشوع السني الصحيح وإنما الشيطان يفعل به ذلك وبعضهم يقول أن قلوبهم كان فيها ضعف للواردات التي ترد فلا يتحملون المعاني العظيمة وهذا اعتذار من يعتذر عنهم أن من يصعق أنه مغلوب على أمره وأنه لما يأتيه وارد عظيم على قلبه فلا يتحمله فيسقط لكن ما في طريقة ليس هناك أخشى لله من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ليس هناك أخشى من البشر لله من الصحابة بعد الأنبياء من الصحابة ولم يعرف عنهم هذا الصحق وإنما يعرف عنهم الخشية والبكى من خشية الله عز وجل ولهذا قال مجاهد يعني القرآن كله متشابه مثاني وقال قتاد أن الآية تشبه الآية والحرف يشبه الحرف وقال الضحاك مثاني ترديد القول ليفهموا عن ربهم تبارك وتعالى وقال عكرم والحسن ثن الله به القباء قال زاد الحسن تكون السورة فيها آية وفي السورة الأخرى آية تشبهها وكل المعاني متقاربة ولهذا قال عبد الرحمن بن جيد بن أسلم مثاني مردد ردد موسى في القرآن وصالح وهوت والأنبياء عليهم الصلاة والسلام في أمكنة كثيرة وقال بن عباس مثاني قال القرآن يشبه بعضه بعض ويرد بعضه على بعض يرد يعني يشير إليه يذكر به ما هو يرد ينفيه نعم وقال وقال يروع عن سفيان بن عيينة بقوله تعالى متشابها مثاني أن سياقات القرآن تارت تكون في معنى واحد فهذاني من المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده كذكر المؤمنين ثم الكافرين وكصفة الجنة ثم صفة النار وما أشبه هذا فهذا من المتاني كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعني ذكر حال الأبرار ثم ثن بذكر الفجار فهذا معنى مثاني وكقوله كلا أن كتاب الفجار لفي سجين إلى أن قال كلا أن كتاب الأبرار لفي عليين ومثل قوله تعالى هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب ثم قال هذا وإن للطاغين لشر مآب ونحو هذا من السياقات فهذا كله من المثاني وأما قوله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم قال هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار لما يفهمون من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه ولطفه فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه أحدها أن سماع هؤلاء هو التلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات القينات يعني هو يبين حال الصالحين وحال الفساق فإن حال الصالحين هو سماع الآيات وهذه التي تؤثر في نفوسهم وأما الفساق فهم على النغمات من أصوات القينات الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا في المسألة الأولى أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات وسماع أولئك نغمات يدخل فيها صنفان من الناس صنف من يستمع النغمات من القينات وهذا الغناء يسمع الطرب الصنف الثاني الذين يجعلون تعبدهم نغمات بمعنى أناشيد ملحنة كأنها طرب ويحطون له مؤثرات صوتية ونحو ذلك وهذا تسمعونه فيما يسمى بالمدائح النبوية وهذا ما عرف شيء يعني حصلت بدعة قديمة يسمونها التغيير وهو أن بعض النفوس ملت سماع القرآن والعياذ بالله فصاروا يسمعون أدعية وأذكار ملحنة ملحنة على صوت الأغاني لاحظتم كيف فترى مثلا لما يدعو الله يتغنى وإنكم سمعت كثيرا لما يدعو الله عز وجل كان يغني والدعاء يحتاج إلى خشوع وإلى ابتهال أما هذا على المقامات مرة يرفع صوته مرة ينزله مرة أو تجد بعض مثلا الشباب يعجبهم الأناشيد فيسمونها أناشيد إسلامية فلا يستمع القرآن ولا يلق قلبه عند سماع القرآن لكن هذه الأناشيد تطريبه ما السبب أنها تطريبه لأنها فيها نغمات فيها نوع نغمات وفي العصور المتأخرة الآن يحدثون لها مؤثرات يعني لما يدقق يظن موسيقى الذي لا يدقق فيها يسمى كأنه موسيقى وهذا التغبير حدث قديما حتى أن الشافعي رضي الله عنه تكلم عنه وقال أحدثه الزنادق يريد أن هؤلاء يتعبدون إلى الله بالأصوات الملحنة ممكن سمعتم بعض الأدعي الآن التي ابتدعها بعض الناس لما يدعو ويكرر الله 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 أو يكرر هو 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 وأحيانا يرقصون معه ويترنحون ويصفقون هل هذا اقشعر جلودهم لذكر الله هل استعاضوا عن هذا بالقرآن الكريم فتجد يجلس ساعتين ثلاث ساعات هو يكرر بهذه العبارات الله 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 حتى بعبارة طيب الله ما يأتي بجملة مفيدة ما يقول الله عزيز كريم الله حكيم الله عليم لا بس يكرر لفظ الله سبحانه وتعالى فمن أين هذا أليس العبادة توقع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا وإنما هي أشياء استحسنته وسهل عليهم وأشغلهم الشيطان به عن سماع القرآن ولهذا لا يجوز أن يتعبد الإنسان لله بالرقص يرقص ويظن يتعبد لله عز وجل تجد يرقص ويغني ويقول حنا في مجلس ذكر مجلس ذكر قال إيه وانتو انظر الكلمات حنا نذكر الله نذني على الله طيب أنت تستهزي بهذا أنت تدعو الله عز وجل بهذا الطريقة يعني أنت ممكن أن تذني على الله عز وجل ولا باس من أن تذني على الله بقصائدك لكن لكن لا تجعل أنه ديدنك ويصرفك عن القرآن وإلا إذا كنت تريد أن تذكر شيء تذني على الله عز وجل في قصيدة أو نحو ذلك فلا حرج أن تذني على الله عز وجل أو تذني على رسوله صلى الله عليه وسلم في قصيدة لا حرج بشرطا لا تقول للحق لكن لا تبدأ تلحنها كما كألحان الأغاني ولا تبقى هذه ديدنك دائما تصرفك عن دين الله عز وجل ولهذا ذكر في هذا الصنف أن من هؤلاء قال سماع هؤلاء يعني سماع الصحابة ومن سار على منهجهم هو تلاوة الآيات وسماع أولئك هو نغمات الأبيات الثانية أو الثاني أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بأدب وخشية ورجاء ومحبة وفهم وعلم كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا يعني هؤلاء المؤمنون حقا والذين ما تتحقق فيهم من هذه فهو على قدر إيمانهم فلنعرف أنفسنا على الحقيقة يعني حن مثل هؤلاء فإن لم نكن فنعرف أن السبب من عندنا وأن إيماننا يحتاج إلى تقوية وإلى صقل وإلى تهذيب حتى نصل إلى مستوى عالي جدا الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفيرة ولزق كريم وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يعني لا يتدبرون ولا يفهمون ولا يخشعون كأن الإنسان كأنه أصم أعمى فإن الأصم الأعمى لا يستبيد من الكلام الذي يسمعه قال أي لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها عن بصير لا عن جهل ومتابع لغيرهم الثالث أنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسوله صلى الله عليه وسلم تقشعر جلودهم ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله ولم يكونوا يتصارخون هذا كلام ابن كثير لأن ابن كثير متأخر فكان في زمنه أناس يتصارخون قال ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك ذلك هدى الله يهدي به من يشاء أي هذه صفة من هداه ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أظله الله ثم قال سبحانه وتعالى أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة ويفزع فيقال له لأمثاله من الظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كمن يأتي آمنا يوم القيامة يعني الذي تحرقه النار بوجه يوم القيامة ويفزع قلبه هل هذا يستوي هو ومن يأتي آمنا يوم القيامة كما قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم وكما قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوه ذوقوا مس سقر وكما قال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر يعني ذكر النوع لأن الآخر يتضح من المقال وقوله كذب الذين من قبلهم بأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون يعني القرون الماضية المكذبة للرسل أهلكهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق فأذاقهم الله الخزية في الحياة الدنيا بما أنزل بهم من العذاب والنكال نكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم بحمدك أشكد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتبه لك ترجمة نانسي قنقر